يسعد وقتكم معاكم فاتن احلى وسهلا فيكم بفيديو جديد ووصفه جديد معينا اليوم وصفية لليوم حتكون السمك الزبيدي يمشي بطريقة جدا مميزة وشويته بالخضر فاذا انتوا ومرة بتشوفوا قناتي هون لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الاطباق القادمة ان شاء الله خليكم معا نهاية الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة رح نبدأ بتحضير الصلصة وبتحضير التتبيلة اول شي عندي هون بمحضرة الطعام ضيفة ورق من الكزبرة الخضرة وكمان ورق من البقدونس وكمية من الشباط الاخضر وضيفة عليهم كمية من التوم وكمان حبة صغيرة من البندورة المقطعة بهذا الشكل طبعا البندورة والتوم والشباط كتير رح تعطيه طعم جدا طيب كلهم حددهم بمحضرة الطعام ونشوف باقي التتبيلة عندي هون معلقة كبيرة من الكرفس المجفف انا بعملوا بالبيت بجففوا بالفرن عدرجة حرارة كتير خفيفة وبطحنوا بمحضرة بطحنوا لحتى يصير معاي ناعم وبستخدموا كمنكيهات للطعام جدا لذيذ كتير طعمه طيب وممكن تخلطوه مع كمية بسيطة من مرحلها ملايا كتير بيطلع معاكم طيب هلا باقي التتبيلة وباقي البهارات حنضيف عندي هون معلقة كبيرة من الرازماري معلقة كبيرة من الكزبرة المجففة وايضا الكزبرة المجففة الحب وراح اضيف شوي من الكيجن عندي هون الليمون مع الفلفل وراح اضيف معلقة صغيرة من الزنجبيل وعندي هون هان ناعم تقريبا نص معلقة صغيرة من الهال الناعم وعندي هون بودرة البصل ممكن اضيفوها وممكن اضيفو بصل عادي مع التتبيلة كمان بيمشي الحال هلا رح انزل كل هاي الكمية على الخضار اللي حطيتهم واكيد رح اضيف كمان عليهم الكمون والكاري طبعا لا ننسى معلقة من الملح وانا بستخدم ملح لها ملايا كمية بسيطة من زيت الزيتون تقريبا ثلاث معالي اكبر من زيت الزيتون وعصير ليمون طبعا نسيت اضيف الكمون والكاري هلا رح انزل عليهم الكمون والكاري طبعا تقدروا تضيفو وتستغنوا عن الكاري وتقدروا تضيفو الكمون كل التتبيلات هاي وكل البهارات هاي بترجعوا حسب رغبتكم هلا رح اضيف معلقة من الكاري الكاري كتير بيعطي طعم طيب للسمك وحضيف كمان معلقة صغيرة من الكمون البودرة وهلا هيك صلصتي صارت جاهزة رأستخدم محضرة الطعام وبطحنهم لحتى يصيروا معاي نعمين بهذا الشكل هيك صارت عندي التتبيلي جاهزة رحتها كتير طيبة ريحتي الشباط والبندورة والتوم وكمان المنكيهات اللي اضيفتهم اعطوني ريكحة كتير طيبة ورح يطلع معاكم السمك جدا لذيذ طبعا انا هون مخلص السمك من اضيفته وكمان رح احشيه ومجهزة هون كمية من الخضار بقلب الصينية اللي رح اشوي فيها طبعا الخضار انا ضيفت هون بصل وكرفس وجزر وكمان الشرائح من البصل الابيض حطيتهم بهاي الطريقة فرشتهم بقاعة الصينية ورح احط عليهم السمك على الوجه بيعطوني طعم جدا لذيذ طبعا الكرفس والبصل والجزر كتير طيبين بيعطونكها جدا لذيذة مع السمك هلأ باخد التتبيلي هاي ببلش اتبل فيهم السمك بنبرق وكمان بحشيها بقلبه من جوه طبعا منظفته من جوه كتير كويس يفضل انه هاي التتبيلي تبقى بالسمك تقريبا ثلاث ساعات لأربع ساعات لحتى ياخد النكة اللي كتير طيبة هلأ بعد ما تبلتهم بهادو الشكل حطيتهم فوق الخضار اللي انا مجهزته رح ارش رشة بسيطة من الزيت الزيتون على الوجه طبعا وبغلفهم بكوني مجهز الفرن على 350 رح ياخدوا معي تقريبا ساعة بالفرن لساعة وربع نيجي هلأ لتجهيز الاروز عندي هون شرائح شرائح من البصل الجوانح ضفت لهم معلقة من السمنة طبعا السمنة هاي انا عملتها بالبيت ممكن تلاقوا الوصفة موجودة عندي بالقناة نكتها جدا لذيذة وكتير طيبة على الاروز بقلبهم وبضيف عليهم الفلفل اللي ملون وكمان التوم المفروم بقلبهم او بشمحهم تشويحهم تشويحة بسيطة لحتى ياخدوا اللون الخفيف الدهبي طبعا بضيف عليهم الاروز وضفت عليهم هون معلقة من مرأ الدجاج طبعا حسب الرغبة ورح اضيف عليهم الكمون والارفة وكمان الكاري ورح اضيف كمان عليهم رشة بسيطة من الهال والزينجابيل وكل هاي المنكيهات بترجع حسب رغبتكم بس هاي الخلطة كتير بيطلع طعمه طيب مع السمك وهلأ بسكب عليهم الماي كمية من الملح وبقلبهم لحتى تمتج هاي مكونات مع بعض طبعا ضروري لحتى يطلع معاك الاروز كتير طيب انضيف له ماي سخنة فهلأ بسكب بغمرهم بالماي وبتركهم لحتى يستو الرز كامل طبعا هيك سمكتي صارت كتير جاهزة ومستوية بعد ما شلت عنها القصدير هلأ رح ارجع داخل هالفرن لحتى تاخد تحميرة كتير بسيطة لحتى نعرف انه السمك استوى بس مجرد ما ندخل سكينة او شوكة بقلبها اذا دخلت بهدوء البصل استوى والبطاطا استوات بيكون السمك معاي جهز ما تتصوروا ريحته قديش طيب طبعا هون انا جهزت سلسط لطحنية عبارة عن خضر ومعلقتين كبار من لطحنية وملاح وفلفل وعصير من الليمون وعليهم رشة بسيطة من الزيت وهيك كمان بيكون استوى معاي الاروز وجاهز للتقديم وطبعا بتكون هلأ سمكاتنا جهزوا لهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم انتظروني بوصفات قادمة ان شاء الله ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة